ازاي تقدر تنقل محادثات الواتساب من الجهاز القديم للجهاز الجديد بتاعك وطريقة سهلة جدا بس تتابع معاك الفيديو محتاج بس شوية تركيز وكعدد من الخطوات الموضوع مش صعب جدا انك تنقل محادثات الواتساب من جهازك القديم للجهازك الجديد ويلا بينا كده لابدأ الفيديو تعالوا بدك نقل المحادثات الموجودة على الجهاز القديم للجهاز الجديد كل علي بس ان انا بروح عندي على الجهاز القديم زي ما انت شايف المحاسات قدامي كده بضغط عندي على الثلاث معطل الموجودين فوق وبعد كده بروح عندي على الاعدادات هتنزل تحت كده شوية لحد ما طوب عندك على الدردشات اضغط علينا ضفطة كده وانزل كمان تحت الحد بقولك هنا نقل الدردشات اضغط عليها كمان لحد هنا كويس اضغط بس على كلمة البت زي ما انت شايف هنا فتح معايا الكاميرا وفتح معايا الكود الولد كيو ار ده تمام بس كل عانية بقولي هنا ماس اضغي لرمز المربع نزل واتساب على هاتف هكذا الجديد زي ما احنا تشايف كده نزل الواتساب على هاتف الجديد سجل الحساب برقم الهاتف نفسه يعني نفس رقم الهاتف اللي منساكل هنا سجله هنا تانين هتقولنا اي عمل تسجيل كوب هقولك لأ استغرام هذا الهاتف لاجراء ماس اضغي للرمز المربع الموضح على الهاتف الجديد كل علي بس بروح عندي على هاتف الجديد وبضغط عندي على الموضوع المتابعة وبكتب نفس رقم التليفون الموجود على الهاتف القديم عادي جدا بعد كده نجول لك التحقق قل له نتحقق بيطارية افرة وبعدين ارسال رسالة نصية عادي جدا برضو خليه بعت لك رسالة نصية على التليفون القديم ولما تيجي توصل لك البود اكتب البود هنا برضو عادي مبيش فيه اي مشاكل وعن زي ما انت شاهد كده واصل لي البود هنا بكتب البود تاني هنا تداتا يسعى سبعة تمام كده خمس قال لي انا اكتمل التحقق واني هنا حولني على نقل السجل الدردشاك من الهاتف القديم يضغط عندي على كلمة نطبعة ومن هنا فتحني اللي هو الكود الQR واني طبعا في الجهاز القديم مفتوح اصلا الجهاز الQR علشان اعمل له سكان دلوقتي بروح عندي كده بعمل سكان زي ما تشاهد قال لي انا البقاء في هذه الشاشة هنديك بقى زي منفق بولك دعو الاتصال من الجهاز ده قل له قبول ومن هنا بقى بيبدأ يحول المحادثات من الجهاز من الجهاز الجديد زي ما هنشوف دلوقتي هنا بقى لك اتصل بالانترنت قل له موافق طبعا لازم يكون الجهازين متصلين بالانترنت وزي ما احنا اتفقنا متصلين كمان من الموقع الجغرافي بترجع تاني كده بقى لك جار الاعداد وبيبدأ يعمل اعداد للدردشاك زي ما انت شاهد كده المحادثات من الجهاز للجهاز الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومن هنا حوليني بيقولي هنا نقل الاجار الاستلام زي ما انت شايف هو الشريط عمالي يجري معانا هنا وانا غسرها معاكم في فيديو علشان ما ما تقولش عليك لكن كده كده اصلا بيعمل اا ناقل من دردشات او ناقل من الحادثات من الجهاز الاديم للجهاز الجديد قلنا كنا اتمام الاعداد عن الهاتف الجديد قلوه هنا تنبل خلاص كده وانا بقولنا تجاري الاعداد وكده بقى بينهل بقى المحادثات من الجهاز الاديم خلاص هو تم نقلها لكن هو بيعمل بقى اعداد المحادثات يعني يعرف الرسالة دي كانت فين الرسالة دي كانت فين بتوقيتها هعمل ازاي هيعرف كل الكلام ده في الجهاز الجديد بتاعك كده خلاص من مهمة الجهاز الاديم انتهت ودلوقتي انيجي على الجهاز الجديد علشان نشوص هلن هنعمل ايه فيه وفي النهاية هنا هلنك يكتمل النقل اضغط بس على الكلمة التالي وبعد كده بقى بتضغط على الكلمة التالي وبكده يقولنك هنا جهرة تايقة وتستنى لحد ما يتم هنا ظهور كل المحادثات اللي كانت عبودة على الجهاز الاديم وبكده رشاة انتهى اتمنى يكون مش طرح عجبك ياريت ما تنساش تدعمليه بلايك وسبسكريب بالقناة كنا بنكلم على نقل المحادثات الواتساب من الجهاز الاديم للجهاز الجديد واشوفكم في حلقة جديدة مع السلامة